لما تيجي أنا وإنت كده وأنا عارف أن دي مهمة شبهة مستحيلة الحقيقة بس دعنا نحاول ندخل جوة دماغ جوة دماغ كارلوس كيروش هنفترض أنه هو جاي ومش على علم كامل بإمكانيات كل اللعيبة ومراكزها إلى آخره لكن أعتقد أنه هو خد من الوقت ما يكفي أن يشوف ويجرب وطبعاً وهو بيشوف ويجرب سقطنا إحنا بطولات زي كاس العرب وأحبطنا الشعب كله إلى آخره تعتقد هو بيعمل كده يعني بناءً على إيه؟ إيه الفكر اللي ممكن أن ينتج عنه أنه فيه إصرار واضح على أن كل لعيب متميز في مركز نحطه في أي مركز في الدنيا غير المركز اللي هو متميز فيه هو المشكلة هو واضح جداً اللي هو عنيد والعندة زي ما قلت عليك واضح للناس كلها اللي هو عنيد فعلاً حتى في اختياراته لما الناس بتعطلط عليه وبتقول له مثلاً لازم يكون موجود معك واحد زي طرق حامل واحد زي أفشة حتى ما فكرش حتى لما فكر يستدعي سلاسي بعد ما خد القريمة 25 والقايمة الطبيعية 28 فهو رح يصدر للناس برضو مشكلة رح يختار 25 في الأول ضغطوا عليه عشان يجيب ناس زود 3 زود 3 واجاب عكس الاختيارات اللي ترشحت له اللي ترشحت له كمان والناس طلبتها منه واجاب 3 عكسهم تماماً فواضح اللي هو بياند بشكل كبير جداً لازم تدخل من اتحاد الكرة الجديد لازم قعدة مع الراجل لازم يكون فيه إشراك للجهز الفني المصري المتواجد لازم تأخذ بالرأي معاهم لازم لأنه عندهم برضو خبرات الراجل بقى لأربع شهور عارف خلاص المفروض يكون حافظ كل العيف في الدور المصري كل العيف في منتخب مصر عارف مين يصلح ومين ما يصلحش لعب بعمر كمان زي ما قلت حراك في كاس العرب فأكيد عارف وخده معاه بطورة أفريقيا فأكيد انتواصق في إمكانياته باللغة الكرة أو باللغة العادية ادي لعيش لخبازه والراجل اللعب باك يمين هيبقى حافظ مكانه عنده انطلاقات أنا لما حطت صلاح ناحية اليمين أكيد سيمون ده هيبقى عنده تحفظ كمان مش هيقدر يكون مش هيرجع يدافع لأ لما يكون محمد صلاح موجود جناح يمين سيمون راسبن عنه هيحاول يرجع يدافع مع الباك بتاعه عشان خاطر ما يسيبش مساحة لمحمد صلاح فإذا انت عملت قوة في الجبهة اليمين لأ انت قلت لأ خلاص انا هريحك للمدير الفني الناجيري لأ تعال محمد صلاح يلعب فين فعنك الملعب الهجومي ويسحم الدنيا على محمد صلاح ويقف الملعب على محمد صلاح وحرمه من أهم مميزاته اللي هو يلعب على الطرف فبتلعب مصام محمد المهاجم التارجد بتاعك بتلعب وجناح لأول مرة في حياته مصام محمد يعني ما عندهش الإمكانية اللي هو يلعب غير هو يعني هو تقلق لعيب كرة عشان خاطر يلعب المهاجم التارجد مهاجم المحطة يعني فتلعبه ناحة اليمين بتلعب محمد عبد الماني مصام محمد وتريزيجي السلاسي أكيد طبيعي السلاسي أول مرة يلعب مع بعض السلاسي محمد عبد الماني مش مكانه مصام محمد مش مكانه فكانت عندنا الشوت الأول حوالي عشر اخداشر هجمة من ناحية الشمال من عند سايمون في اختراق كبير جدا للجابة اليمين الشغل الراجل يعني أنا من وجهة نظر هو أفضل لعب في اللقاء أفضل لعب عمل كل حاجة مبارح ناحية الشمال لمنتخب نيجيريا فأنا أكيد قاعد شايف بره وقاري المفروض أكون قاري أيه برضو إحنا برضو ما وصلناش للحيطة اللي هو تعالي تدخل دوه دناغه ما أحدش عارف حاجة يعني هو مثلا حالف ليشل لنا هل في دناغه رؤية مختلفة ما شافش فشالها طول الفترة اللي فاتت هو أكيد شايف